يلا بنا في الداية القليلة دي نعرف ايه الحوار الداير بين شيكابالا ومرتادة منصور اللي مولع الدنيا في نادي الزمالك انزل دوس لايك واشترك في القناة ويلا نبدأ عشان الحوار كبيره ماذا قال مرتادة منصور عن شيكابالا هذا ما يبحث عنه ملايين من عشاق كرة القدم في مصر وبخاصة محب نادي الزمالك الذي واجه ازمات متتالية بعد الثائر التي مني بها الفريق مؤخرا سوف نرصد في عدة نقاط ماذا قال مرتادة منصور عن شيكابالا في تصريحاته الاخيرة ضمن مقطع فيديو نشر عبر القناة الرسمية للنادي حيث اتعمى مرتادة منصور اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الاول لكرة القدم بالزمالك بتحريض لعاب الفريق بعدم اللاعب بسبب مصتحقات واضافة انا تركت رئاسة نادي الزمالك بسببك 24 ساعة مش بنام عشان ممدوح عباس صاحبك يفك الحجزة وندفع مصتحقات اللاعبين المتأخرة وندفع غرامة سبورت انجليس بونا اللي هي بسببه واتهم شيكابالا بالكذب حيث ادعى ان ابنه مريض ولم يحضر اجتماع الادارة مع اللاعبين وجاءت تصريحات منصور كالتالي شيكابالا حرد اللاعبين على عدم خوض التدريب حمزة المسلوسة وسيفة الدين الجزيرة ليسوا من ابناء النادي ورفضوا كلام شيكابالا شيكابالا كذب علينا قال ان ابن مريض ولم يحضر وقام بتحريض اللاعبين بعدم الحضور وقال مرتضى بالبونت العريض حضورك زي عدم وعندنا جميد كابتن غيرك روح لمامدوح عباس وقل له ارفع الحاجزة عن ارسدة النادي احنا بنجمع فلوس غرامتك كاين وسدتها لسبورت انجليس بونا مش هنفرض عليك تعتزل وكفية لبستنا في غرامتك اللي بيحب النادي ما يتمردش ويلم اللاعبه وما ينزلش التمرين وكعبد الواحد السيد موجود اللاعبين لهم مستحقات بالفعل لكن سيف الدين الجزيرة وحمزة المسلوسة اللي مش اولاد النادي مستحملين حتى زيزو واحمد فتوح لم يتقاضوا مستحقاتهم وجميع اللاعبين يتحملون ظروف الزمالك وخرج شيكابالا عن صمته ببعيان رسمي عبر حسابه على الفيسبوك يقول فيه الآتي جمهير نادي الزمالك العظيمة اتحدث اليكم اليوم ليس فقط بصفتي قائدا لفريق النادي واكثر من تشرفوا بحمل شرط قيادة القلعة البيضاء عبر التاريخ ولكن اتحدث باعتباري واحدا من من تربوا داخل جدران هذا النادي العظيم ولمدة اكثر من ربع كرن تشرفت بان ادافع عن راية الزمالك ولذلك كان يجب الرد على بعض النقاط وهذا ليس كل شيء رئيس النادي السابق يسألني لماذا لم اتدخل معه في رفع الحجز عن الزمالك وانا هنا لن ازيع سرا فانا قبل ان اكون قائدا للنادي فانا زمالكاوي قلبا وقالبا واتشرف باناني على علاقة جيدة بكل مسؤول النادي السابقين والحاليين وبالفعل تحدثت مع السادة الاطراف اصحاب الحجز على النادي وتواصلت معهم لرفع الحجز وانهاء الازمة حفاظا على النادي واستقرار الفريق وباقي الالعاب الاخرى والمفاجئات ان الرد جاء بانه لا يوجد حجز على النادي والزمالك غير محجوز عليه لصالح اي جهة بالنسبة لقضاية سبورتنج الجبونة فالنادي اشتراني من صفوف سبورتنج الجبونة عام 2016 مقابل 650 الف دولار وبالفعل تم سداد مبلغ 140 الف دولار وتبقى 510 الف فقط كان يجب تزديدهم في موعيدهم طبقا للتعاقد وللعلم كان يتم خصم كل ذلك من مستحقاتي المالية لدى النادي ولكن بسبب التقعص في التزديد وغرامات التأخير اصبح المبلغ الاجمالي المطلوب من النادي اكبر بكثير وفي ذلك الوقت اذا كان تم سداد المبلغ في موعده وهو 510 الف دولار وبحساب سعر الدولار وقتها 7 جنيهات و83 كرشا ما يعادل 3 ملايين وتسعمية الف جنيه الان اصبح المطلوب مع التأخير والغرامات وزيادة سعر الدولار 640 مليون وللعلم وقفت قحائط صد في كثير من الامور لحل مشاكل تخص اللاعبين لم اعلن عنها كنت اسعى دائما لحل اكثر من مشكلة في الفريق حتى لا ينهار تماما طوال الموسم الماضي وليس شيكابالا الذي يتهم بالتقصير او التمرد في حق النادي في حق نادي الزمالك بيدافع المال لان انا اخترت اللاعب في الزمالك وبسبب اخطاء ادارية من قبل لعبت بدون اموال وعلاقاتي مع الزمالك وجماهيره اكبر من الامور المالية والكل يعلم ذلك ونحن هنا لا نتحدث عن ظروف مادية فقط مر بها اللاعبون طوال الموسم ولكن هناك ظروف اخرى اصعب لا يمكن الحديث عنها واللاعبون يطلبون مني الحديث نيابة عنهم ولذلك وبصفة ولذلك كان حديثي لتوضيح تلك الامور والمشاكل العديد والتي كانت سببا مباشرا في نتائج الفريق خلال موسم كامل هذا ردا على كل ما اصاره رئيس النادي الصابق بشأني اما ما يخص كل ما حدث للفريق سيكون هناك ردا بشكل واضح وللحديث بقيه